عيشت هديل عليان لحظة مرعبة في أول طل على الجمهور ومكالمة واحدة أثبتت لها نجاحها ونوستها المفرطة رشحتها للتمثيل في مصر إلا إنها رفضت لأسبابها تعرفها معي في الفيديو ده اتولدت هديل عليان في العاصمة القطرية دوحة سنة 92 إلا إن جزورها غزوية والدها والصحفي والإعلامي الغزاوي حسين عليان وده اللي شجعها ترجع لبلدها الأم وتدرس هناك أدب إنجليزي بجامعة الأزهار علاقة هديل بوالدها كانت خاصة جداً فكان صديقها وقدوتها قبل ما يكون باباها ورغم إن الإعلام ما كانش هدفها إلا إن القدر كان لي رأيه تاني هديل أوقات كتير كانت بترافق والدها في شغله وجمال ملامحها كان لافت لأنظار كل العاملين في التلفزيون لدرجة إن إلدارة رشحتها لعمل اختبار كاميرا عشان تشتغل مزيعة وفي اليوم اللي راحت تعمل فيه الاختبار لقيت نفسها بعد ساعات بتقدم موجز أخبار وعلى الرغم إنها ما وقفتش ولا مرة في حياتها قدام الكاميرا ورغم صعوبة الامتحان قدرت تنجح وبدأت مسيرتها الإعلامية أول برنامج قدمته هديل على الهواء كان برنامج مسابقة ضخم وشكل أول تفاعل مباشر لها مع الجمهور وعن كواليس أول حلقاته قالت حبست أنفاسي الفترة قبل ما ينتهي المخرج من العادة التنازولي لبداية البس كانت لحظة مرعبة ولا أنساها لكن من أمت على لحظات حياتي وأكتر لحظة حاست فيها هديل إنها نجحت في بناء جسر قوي مع الجمهور لما تلقت مكالمة من طفلة ارتجلت لها الشعر بإسمها على الهواء وختمته بوصفها بأمر الشاشة أنوست هديل المفرطة وجمال طلتها على الشاشة خلت صحافة بلدها تلقبها بالسندريلا دغل لقب لدي الشاشة العربية اللي منحولها وزير عربي ورغم الجماهيرية اللي حققتها هديل في وطنها اضطرت تفارق بسبب الظروف القاسية اللي عايشها القطاع طول الوقت وكانت مصر المحطة التانية في مسيرتها المهنية وهناك اشتغلت مرسلة إخبارية وانهلت عليها عروض التمثيل ورغم التشجيع اللي حواليها على خوض التجربة للقبول والكارزمة الخاصة اللي بتتمتع بيها إلا إنها رفضت أسباب رفضها وضحتها وقالت التمثيل أبعد ما يكون عن شخصيتي وطموحاتي لا شك إنه فن راقي لكن له ناسه مش لمجرد إنه وجهي جميه ليبقى أركب موجة التمثيل بهدف الشهرة التمثيل مجال مش صهل أبدا فيه تحديات كتيرة وصعاب وعايز جهد عالي من كل نوع لإثبات النفس وأنا صعب أفشل ومقبلش أدخل مجال لأوراهن على نجاحي فيه شهرة هديل زالت بعد ما اشتغلت في قنوات أم بي سي والعربية والحدث إلا إنه ظروف عائلية خليتها تاخد استراحة محارب لفترة غابت فيها عن الشاشة بعد دخول والدتها في أزمة صحية إلا إن عودتها بعد كده كانت بشكل أقوى على شاشة الشارق اللي طلت فيها بشكل أتقل وأجرأ وأجمل وكانت نقطة تحول كبيرة فحياتها المهنية وفي الوقت اللي ما انكرتش إن جمالها كان مفتاح وصولها للشاشة قالت الله جميل يحب الجمال لكن إيه فايلة إن يكون جميلة بلا ثقافة أو كارزمة قوية تفرض حضرها على الشاشة زكاء المرأة أهم بكتير من جمالها إحساسها بكل شيء من حولها وتطورها من نفسها هو الذي يثبت جدارتها جمالي ساعدني بمرحلة معينة فقط وبعدها ما بقاش له أولوية بالتواجد فذكائي استلم القيادة إشعاعات كتير بتطلع على هديل كل فترة أبرزها كلامة آلة عن ارتبطها بفنين إلا إنها نفت وقالت قصة الحب هتتوالد لما رتبت بشخص مناسب وعن مواصفات فارس أحلامها قالت ما بقاش في عصرنا حاجة اسمها فارس أحلام صعب جدا تلاقي شخص كامل الأوصاف أو حتى عنده الحد الأدنى منها المجتمع تغير ده غير إن الحب قل وبقى عملة ندرة